كذلك ألقى ودير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر كلمة نيابة عن الحكومة في يوم الطاقة وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ في دورة السبع والعشرين والذي تصطيفه مصر حاليا على أرض شرم الشيخ أشار شاكر إلى أهمية المبادرة التي أعلنها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع أليكزاندر ديكرو رئيس وزراء بلجكا لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والذي سيكون منصة دائمة للحوار بين دول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين القارة تحتوي على مصادر متعددة من الثروات والمصادر كالنفط والغاز ويوجد لها أكبر مساحة رهيبة في العالم وغابات استوائية لا تحصى بالإضافة إلى ذلك لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية حتى الآن لا يتم استغلال معظم هذه الكنوز ويعيش هؤلاء الأشخاص دون الحصول على الكهرباء وتقنية الطاهي النظيفة ألا وعلى ذلك فإن بعض البلدان الأفريقية هي بالفعل من كبار الموردين الأساسيين للمعادن اللازمة للتصنيع ومصادر الطاقة المتجددة والإلكترونيات والبضائع إلى المنتجين العالميين خارج أفريقيا بشكل رئيسي ومن ثم من خلال النظر إلى الصورة الكبيرة يجب أن يتضمن انتقال الطاقة نماذج تطوير جديدة لم تكن حتى كسرا في التقنية النظيفة لتكون قريبة من مصدر المواد الخام سيؤدي ذلك إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في أفريقيا وتقليل البصمة الكربونية وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى تعد أهداف التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في الطاقة والمشاريع في قارتنا الأفريقية جميع أنواح العالم من الأمور الهمة جدا ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار من أجل وضع إجراءات واعتماد تشريعات تحفز وتوقف وتشجعهم على تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة اليوم واليوم هنا نود أن نحفز العديد من المناقشات الحاسمة لتسريع التحول العادل والمنصف للطاقة لسيما في أفريقيا وهي واحدة من أكثر المناطق ضعفا في جميع أنحاء العالم مع التأثير السلبي لتغيير المناخ ويوجد في الكوب 27 اليوم شعباء للانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ كما أكدنا في غلاسكو وكوب 26 أيضا هذا عقد حاسم هذا هو عقد العمل وهذه هي الوطائق التي تحدثنا عنها لقد حان الوقت لتوسيع نطاق العمل على أرض الوقع بما في ذلك العلم المناسب وبناء قدرات الدعم الفني ونقل التكنولوجيا لقد حان الوقت للتنفيذ جميع الالتزامات والتعاهدات وأحكام جديدة وإضافية وحجد التمويل ويجب أن لا ننكر مشاكل الاحتماس الحرارية الآن لأنه أقل من درجتين على الكوكب ونعمل بجد للحفاظ على واحد وخمسة من عشرة درجة مأوية والهدف المأوي هنا هو للبقاء على قيد الحياة وهذا يتطلب إجراءات فورية ورفع الموقف والأطراف على وجه الخصوص الذين هم في وضع يسمح لهم بذلك إذن أولئك الذين يمكن أن يكونوا قدرة يحتذى بها وبالطبع فإن أعضاء مجموعة العشرين تحتاج إلى منقشة الامتكار والحلول الجديدة غير التقليدية اليوم لتمكين الاستدامة والطاقة المتجددة والتجدد وتلعب موارد الطاقة دوراً رئيسياً في تأمين الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى معالجة تقنية الطاقة الرئيسية